ترحيب أمريكي واضح بالالتزام التركي بتأمين مطار العاصمة الأفغانية كابل فمع استمرار عمليات الخلوج العسكري الأمريكي من أفغانستان دون إنهاء حقيقي للصراع هناك تبدو المخاوف أكبر من توسع دائرة العنف في البلاد التي لم تشهد استقرارا منذ عقود من هذا الباب عرض الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن تسهم بلاده بشكل رئيسي في تأمين مطار كابل في ردود الفعل قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في تصريحات صحفية إن الالتزام الواضح من قبل تركيا أثبت أنها ستلعب دورا رائدا في تأمين مطار كابل التصريحات التركية والأمريكية وجدت صداها الإيجابي في كابل مع تأكيد الخارجية الأفغانية أن هدف تركيا هو دعم القوات المسلحة الأفغانية من أجل تحقيق السلام وقال المتحدث باسم الخارجية الأفغانية جران هيواد إن تركيا دعمت دائما الحلول السلمية والمفاوضات من أجل حل المشاكل وتحقيق الاستقرار في أفغانستان لا ينحصر النشاط التركي في أفغانستان فقط في الجانب الأمني فالدور التركي يمتد إلى الإطار السياسي مع رعايته لسلسلة مؤتمرات في سبيل حل سياسي في أفغانستان كذلك تلعب تركيا دورا اجتماعيا في أفغانستان مع نشاط منظمات أهلية تركية في تقديم المساعدات والبرامج التنموية في مختلف المناطق الأفغانية وتصاعد التوتر الأمني في أفغانستان بعد بدء انسحاب القوات الأجنبية منها حيث شهدت عدد من الولايات معارك بين قوات الحكومة والطالبان بالإضافة إلى ازدياد وطيرة التفجيرات في العاصمة كابل لكن وعلى الرغم من المخاوف الأمنية بعد الانسحاب الأمريكي فإن عودة تركيا وشركاء آخرين من باب الأمن وفتح حوار حقيقي في أفغانستان لإنهاء سنوات الحرب الطويلة يعيد الأمال بإعادة أفغانستان إلى المسار الصحيح ودعم مشروع الدولة فيها